اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مجمع الملك الحسين للأعمال متابعينا الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل الخير ولمحب إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعي الوردة دينا هنا والتي تشير إلى تدفق كميات من السحب المتوسطة والعالية باتجاه المملكة وهي من النوع غير الممطر وهي الارتفاعات عالية في أغنبيات ذلك وتأتي هذه السحب في مقدمة منخفض جوي متمركز تقريبا إلى الجنوب الغربي من تركيا سيؤثر مملكة تدريجين خلال اليومين القادمين خراءة توقعات الهطولات المطرية تشير أن المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وفجر يوم الخميس توقع أن تتهيئ فرص الأمطار للهطول في أجزاء من شمال ووسط المملكة وتكون الأجواء غدا ونهار يوم الخميس على شكل زخات من الأمطار متفرقة متباعدة زمنيا وجغرافيا في أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية من المملكة تأتي ويأتي ذلك في مقدمات تأثير هذا المنخفض الجو الذي تحرك تدريجيا باتجاه الشرق يتوقع بما شئت الله تعالى اعتبارا من ساعات مساء يوم الخميس وليت الخميس على الجمع تتراجع فرص هطول الأمطار من جديد بحيث كملخص عام غدا الخميس توقع أن يكون التقص باردا مع فرص الزخات من الأمطار لكن تتراجع هذه الفرص اعتبارا من ساعات المساء كما نراحظ أما يوم الجمعة فيتوقع أن تتأثر المملكة بالجزء الرئيسي لهذه المنظومة الجوية ومنخفض الجوي المصنط بأنه من الدرجة الثانية وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية حيث توقع أن تعبر مملكة جبهة هوائية باردة تدرجين خلال ساعات نهار يوم الجمعة تجلب معها هطولات مطرية وفيرة بمشيئة الله تعالى في المنطقتين الشمالية والوسطى وأجزاء واسعة أيضا كما نراحظ من المنطقة الجنوبية كما تمتد بعض الزخات المطرية إلى المنطقة الشرقية من المملكة وتستمر الأمطار يوم الجمعة حتى ساعات المساء بشكل عام وتتراجع فرص هطول الأمطار بشكل تدرجي اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت خلال توقعات درجات الحارة ومراقبتها للكتل الهوائية الباردة تشير إلى أن هناك كتلة هوائية باردة تقريبا في المنطقة الشرقية للبحر الأبد المتوسط يتوقع أن يزداد تأثير على المنطقة تدريجيا نهار يوم الخميس بحيث يطرأ يوم الخميس انخفاض كبير جدا على درجات الحارة وتصبح درجات الحارة تعود من جديد تصبح حول معدلاتها المعتادة بمشيئة تعالى ولكن اعتبارا من يوم الجمعة هناك تتفق لرياح أكثر برودة جزء منها قطبية المنشاة وهي باللون الأزرق كما تلاحظون هذه الرياح تمتد تدريجيا باتجاه أجزاء من المملكة يوم الجمعة بشكل قد يسمح بتساقط زخات تلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية للمملكة خاصة تلك التي يزيد ارتفاحها تقريبا بين 1400 إلى 1500 متر عن سطح البحر كما تسقط زخات من البرد في بعض المناطق الأخرى من المملكة بمشيئة الله تعالى العودة إلى توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء تكون أدفأ من الليالي السابقة ولكنها تبقى باردة بشكل عام درجة حرر الصغرى 8 درجات مئوية مع غيوم متفرقة تستمر بالظهور في سماء المملكة تهيأ فرص الأمطار في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم غدا على شكل زخات من الأمطار توقعات الأحوال الجوية كملخص خلال 3 أيام القادمة إذن الخميس تكون 11 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 5 درجات مع فرص الأمطار الجمعة هناك انخفاض آخر على درجات الحارة تكون 8 درجات مئوية في ساعات النهار والأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع هطول أمطار ورياح قوية وتساقط زخات البرد وبعض الزخات التلجية بوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية والصغرى لنسي الدرجات مئوية في حين يوم السبت تكون العظمى 10 درجات هناك ارتفاع قليل على درجات الحارة وسط أجواء باردة وغائمة جزئيا ولنسي الدرجات مع استمارة ظهور بعض الصحوب والغيوم ولكن مع تراجع في فرص خطول الأمطار بشكل عام تعود الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المملكة العظمى المتوقعة والصغرى الليلة القادمة بالنسبة ليوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة سنداحة شمالا من إربد 12 إلى 7 درجات مئوية جرش 12 إلى 7 عجون 11 إلى 7 درجات وفي المفرق من 13 إلى 5 مع فرص لزخات من الأمطار أحيانا في هذه المناطق المناطق الوسطى في العاصم 11.5 البلقاء 13.8 مأدبة 12 إلى 5 درجات البحر الميت من 22 إلى 13 درجة مئوية وفي الزرقاء من 14 إلى 6 درجات مئوية جنوبا تكون في الكرك 12.6 الطفيلة 13.6 شراء 10 إلى 4 درجات مئوية وفي معام من 13 درجة مئوية في ساعة النهار وسغرى درجة مئوية واحدة في ساعاتي الخميس على الجمعة وفي خليج العقبة ترتب العظم إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار بينما تهبط الصغر الليلة إلى حوالي 10 درجات مئوية ختم هذه النشرة سيكون في المنطقة الشرقية أرويشد ستكون 18 إلى 4 درجات مئوية في الصفاوي من 15 إلى 2 وفي الأزلق من 17 إلى 3 درجات مئوية ونراحة تدني درجات حر ليلة الخميس على الجمعة بشكل أيضا قد يسمح بتشكل السقيع وقت توقف هطول الأمطار في تلك الليلة إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم دائما تحمي تطبيق تقص عرب أو زيارتنا على موقع تقص عرب arabia weather.com أو حتى يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر